هذا واستقبل محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية ريفية اليوم الاثنين بمقر الوزارة وزير الفلاحة الضيفة الإيطالية فرانشيسكو لولوبريجيدا رفقة سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر بحضور إطارات من البلدين حيث تبحث الطرفان سبول تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحية وفدى بيان للوزارة أن لقاء يندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين كما يعد مناسبة للوقوف على أهم إنجازات القطاع لسيما أن جمهورية إيطاليا هي ضيف شرفي الصالون الدولي لصناعة الغذائية جزاقرو في طبعته العشرين والذي تمتد فعاليته انطلاقا من اليوم الخامس من نجوان إلى غاية الثامن منه لألفين وثلاثة وعشرين بقصر المعارض سافكس بالجزائر العاصمة اشتركوا في القناة